وفي إطار فعاليات واجتماعات الدورة السادسة والأربعين بعد المئة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي أعلنت سعادة الأستاذة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلال كلمة لها ضمن جلسة التطبيقات التوازن بين الجنسين إنجازات وتشريعات أعلنت عن إطلاق المجلس دليل خاص لأعضاء وعدوات البرلمان بهدف دعم دورهم الرقابي والتشريعي للتأكد من حسن سير تطبيق التشريعات والبرامج الوطنية ذات الصلاة بموضوعات المرأة على هامش اجتماعات الجمعية العامة أقام المجلس الأعلى للمرأة جلسة نقاشية متخصصة بعنوان تطبيقات التوازن بين الجنسين إنجازات وتشريعات أمام عدد كبير من الحضور لتسليط الضوء على النموذج البحريني المعني بمتابعة تقدم المرأة البحرينية لاستدامة مشاركتها في التنمية الوطنية كنا سعداء جدا أن اليوم كمعنيين بملف المرأة سواء في المجلس على المرأة أو من خلال الخبرة التي تكونات عن زميلاتي من عضوات مجلس الشورى أننا نتحدث عن تجربتنا البحرينية أو عن نموذجنا الوطني للتوازن بين الجنسين لأن هناك الكثير الذي نستطيع أن نتكلم عنه سواء كان كخلفية تاريخية أو السياق الوضع الحالي للمرأة البحرينية وأين البحرين متجهة في هذا الملف تحديدا فانتهزنا فرصة إقامة هذه الجلسة من أجل تدشين دليل نوعي يعين المشرع اليوم أو يعين البرلماني أينما كان حول العالم أن يوظف أدوات التشريعية ويوظف أدوات الرقابية من أجل متابعة إنفاذ احتياجات المرأة في التشريعات وفي السياسات وفي البرامج وفي الموازنات أولاق هذا الدليل صدى طيب وإيجابي جدا من قبل الحاضرين اليوم في هذه الجلسة كما تم خلال الجلسة استعراض معلومات تاريخية تشير إلى ريادة المرأة البحرينية في العديد من المجالات إلى جانب الخطة الوطنية التي شاهدتها المملكة للنهوض بالمرأة وما ينبثق عنها من مبادرات وبرامج يتم إدماجها في مسارات عمل الدولة تتشين الدليل الاسترشادي اليوم للبرلمانيين في جانب تنمية احتياجات المرأة وبيان الفصول الذي تضمن هذا الدليل من آليات مساندة للبرلمانيين في كيفية العمل على فهم المواضيع المرتبطة في الإدماج من حيث في باب كان مخصص لمسألة المصطلحات والمفاهيم آليات العمل والتنسيق آليات تقديم المبادرات والمشاريع بقوانين أو الاقتراحات تناول كيفية أيضا الدعم من خلال الميزانيات المستجيبة لإدماج احتياجات المرأة كل النساء البرلمانيات اللي أنا شرفت أن أنا أشارك منفع أي حاجة أو على المستوى البرلماني أو الإداري حاجة تجربة نفتخر بها كعرب كلنا وإنتوا تفتخروا بها كمملكة البحرين الأفكار المطروحة المداخلات القيمة جدا والندوات التي تعقد ولا علاقة بالموضوعات المطروحة ومؤثرة سواء على المستوى الاجتماعي والمستوى البرلماني تني على الجهود الحثيثة في مملكة البحرين وللمراكز اللي وصلتها المرأة ونتمنى لهم كل التوفيق في الوصول إلى مراكز أكبر ونتائج أفضل بس الإنجازات اللي لحد الآن وصلت للمرأة في البحرين هي إنجازات كبيرة على مستوى مو بس المنطقة حتى على مستوى العالم هذا البناء المؤسسي المنظم والذي ضمن استدامة الجهود لتقليص الفجوات لم يأتي من فراق في إطار فعاليات اجتماعات الدورة الحالية المجلس الأعلى للمرأة يعقد هذه الندوة المتخصصة للمرأة للتأكيد على الاستعداد الكامل لتوسعة شرح قايات هذا الدليل الخاص الذي تم إطلاقه ليستفيد الراغبين من أعضاء البرلمان الدولي من محتوى أثري المتعلق باستدامة تقدم المرأة البحرينية طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين